أشهدت السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما بتجربة قطر في توفير فرص التعليم للفتيات جاء تصريحات أوباما في كلمة ألقتها في الدوحة أثناء افتتاح مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وأشارت إلى أن نحو ثلثي طلبة الجامعات في قطر ونحو 40% من قوة العمل من النساء مشيرة إلى أن ذلك لم يتحقق صدفة إنما جاء نتيجة جهود القيادة القطرية كما أشهدت ميشيل أوباما بجهود الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مؤسسة قطر في مجال التعليم